موسيقى مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان سهل خير وأهلا بحضراتكم لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة نهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون عندنا حوار خاص جدا مع الناقد الرياضي الأستاذ علاء عزة هنتكلم مع الأستاذ علاء عن رأيه ورؤيته الفنية للأوضاع الخاصة بكرة القدم في مصر حاليا نتيجة مباراة منتخب مصر في جولته الأولى أمام المنتخب الكيني والتعادل بهدف لكل منهما رؤيته للمباراة الجاية وأهميتها في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمة الأفريقية في الكاميرون إن شاء الله وأيضا أداء منتخبنا الأولمبي اللي بيحظى بإجماع الأراء باقي العلامة الكاملة حتى الآن والناس رضية مش بس عن الحمد لله مش بس عن النتائج ولكن أيضا عن الأداء كمان ومتوقعين الأفضل في الفترة القادمة وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله في قبل النهائي أمام المنتخب الجنوب أفريقي خلونا نبدأ مع حضراتكم سريعا بأخبار منتخبنا الوطني الأول بيستعد للمباراة غدا إن شاء الله مباراة في غاية الأهمية على ملعب المنافس منتخب جزر القمر في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية على ملعب المنافس المباراة مهمة جدا بعد التعادل في المباراة الأولى اللي كنا محتاجين فيها الثلاث نقاط على ملعبنا وبين جماهيرنا وعلى أرضنا في برج العرب إن شاء الله تكون الأمور أفضل ويستطيع الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري تدارك الأمر وتعديل أي قصور فني في المباراة الأولى أدى إلى الخروج بنتيجة غير مقنعة أو غير مرضية أو أقل من توقعاتنا بالنسبة لإمكانات منتخبنا وعدد لعبين المحترفين وخبراتهم بالمقارنة بالمنافس طبعا وإحنا بنحترم كل المنافسين ولابد أن تأخذ كل المباراة بنفس الدرجة من التركيز والحماس والجدية ده مش محل خلاف وده مش موضوع للجدل ولكن في النهاية بيبقى فيه موازين قوة حسابات خاصة بالتاريخ بالخبرات بعدد البطولات بالأسماء بأسعار اللاعبين في برصات التقييم المالي للعبين وقيمة انتقالاتهم على مستوى الانتقالات داخل مصر أو على مستوى القارة السمراء أو في المنطقة العربية أو على المستوى الدولي وكانت كل هذه المؤشرات في صالح منتخبنا الوطني مقارنة بنظيره المنتخب الكيني لكن للأسف النتيجة لم تخرج على مستوى أو لم تكن بتعكس بالفعل هذه الفوارق الكبيرة بين المنتخبين لصالح المنتخب المصري إن شاء الله نقدر نعود دافل المباراة الجاية ونحصد نقاط المباراة القادمة لأن المجموعة لا تحتمل إلا فريق واحد وبطل واحد للمجموعة يتم تصعيده أو يتأهل مباشرة إلى نهايات كأس الأمم الأفريقية إن شاء الله القادم أفضل بدءا من المباراة القادمة أمام منتخب جزر القمر في تمام الثالثة عصر غدا إن شاء الله بيكمل مشواره منتخبنا الوطني للشباب وبيستعد لبطولة شمال أفريقيا المقام إن شاء الله في تونس خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري وحتى 2 من ديسمبر المقبل وتأتي قائمة منتخبنا الوطني للشباب على النحو التالي حمزة علاء إهاب حسن عبد الرحمن أيمن عبدالله عادل محمد أشرف أحمود صابر أحمد عيد محمد زياد محمد 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 شحاطة عربي بدر إبراهيم عادل زياد محمد يوسف أحمد لبيب محمود صابر عبد المحسن وسامة فيصل أحمد حازم هاني شكري فارس محمد السيد حسام عبد المجيد عبد السلام عبد الرحمن أحمد عشري شادي رضوان عبد الرؤوف حسام أشرف وأخيرا نادي حسن مجاهد إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني للشباب ويكون على قدر التطلعات وتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية وبالخبرات الموجودة في تاريخ منتخبتنا الوطنية على المستوى الخاص بالمنافسات القرية في القارة الأفريقية معنا على الهاتف طبعا واحد من النجوم الكبار في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي والقائد السابق كابتن منتخب مصر سابقا وأيضا المدرب العام السابق في الجهاز الفني السابق بقيادة أجاري لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الكابتن هاني رمزي مساء الخير يا كابتن هاني وأهلا بحضرتك أهلا مساء الخير عليك وعلى أستاذ المشاهدين أهلا بك كابتن هاني أهم ملاحظاتك الفنية على أداء منتخبنا الوطني الأول تحت قيادة كابتن حسام البدري في مباراته في جولته الأولى أمام منتخب كينيا أكيد زي زي أي حد يعني أكيد للشكل العام ما كانت على الفتاة المطلوب أعتقد كان فيه كان فيه أداء سيئ على المساوات سيئة يعني على الفتاة اللهم حتى ما كانش فيه أي ملامح خطورة على فريق كينيا يعني جهز فني جديد أعتقد لسه كمان كابتن حسام يعني ما قدرش يوصل للتشكيل المناسبة في وقت قصير جدا نحن طبعا عارفين هو اسمعنا كابتن حسام بعد المباراة اللي يمكن توقف الدور شوية يمكن الحالة البدنية للنعابين كانت في أدنى مستوىيتها ممكن ده يكون سبب عدم انتظام اللعيبة في مباريات رسمية لكن طبعا الأداء كان ضعيف جدا وطبعا النتيجة كانت قد على الجميع لكن جاي ما بقول يعني بالوقت ما فيش مفاجآت بفضل قدم يعني مفاجآت كبيرة جدا ما فيش فرقات كبيرة بين المتحابات الأفرقية شوفنا الكاميرو برضو بيتعادل على أرضه أمام فريق الرسل أخضر عايز أقول لما تستعدش بسكل جيد ويكون استعدادك جدي جدا من خلال معسكرات من خلال تركيز عالي جدا معصاق الممكن تبقى في مشكلة في البطرة اللي جيد كابتن هاني رأيك أو تحليلك وتقييمك الفني المنتخب التوجولي في الجولة الأولى وفاز بنقاط المباراة هم فين من التقييم مقارنة بالمنتخبين المصري والكيني لا خلينا أتكلم بكل أمانة يعني المنتخب المصري الطبيعي جدا إننا نكون الأفضل على كمية المصريات يعني متخب كينيا متخب جزر أمر متخب توجو يمكن متخب توجو يمكن يكون الأفضل على مستوى الكبرات على مستوى حتى المشاركات الأفرقية يمكن المنطقة كبيرة كمان عزيمة توجو على ملعبها آه طبعا توجو على ملعبها يعني كمان تي زودت مسؤولية المباراة اللي جاية لدينا مباراة مهمة جدا جدا ربنا يوضعهم فيها بكرة لكن زي ما بقول لكن تلاحظ تستعدي بشكل جيد طبعا على الورق وعلى الخبرات كلها الإمكانيات الفنية والبدانية اللي عيبا كلها أعطبت هو منتخب الأفضل في الملموع لكن ده كلامنا هنا في التلفزيون لكن لو ما تترجمش الكلام دوت لتركيزه وما تترجمش لي إسرار في الملعب أنك أنت اللي تدين داخل الملعب أنت الأفضل وحتبقى فيه طبعا المشكلة المستوات قريبة لكن زي ما بقولك أنت بتقرب مستوى لفرق الأقل مستوى مستوى التاني التالت ليك فأنت اللي بدخلهم الجيم الكرة ملعبنا وقلنا سقف الكابتن فصام البدري والمجموعة الموجودة ويعدوا المشكلة اللي حصل دلوقتي متيجة التعادة في مها كينيا وإن شاء الله الأمور يعني أنا أعتقد المكسب بكرة هيرجع ثاني سنقا وحيرجع ثاني حسابات الكابتن فصام أعتقد لازم يعيد حساباته فكتري كبير جدا في الفترة اللي جاية ويبدأ يفكر هو عايز الفترة اللي جاية عايز يبني فريق يبقى لازم يبص للمنتخب الأولومبي ولازم يضم عناصر كتيرة منه ويدي له السقة لأن الولاد على المستوى الحني ولا يسويسين ما بقولش ده يلعب لكن عملية التجديد الدماء ده مرتوبة ولازم لازم أوصل الأجياء كده أعتقد أن نحن متأخرين فيه ثمان شوية فلازم المنتخب الأولومبي اتفقنا على الأراء اللي بتقول أنه في الفترة الجاية بعد نهاية التصفيات وبعد نهاية ارتباطات منتخبنا الأولومبي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة أنه أفضل قوام لمنتخبنا حسب رؤية الكثيرين وأكيد حضايك سمعت ده في الآيام اللي فاتت هو دمج كامل بين أفضل العناصر في المجموعتين خلي بالك احنا متأخرين في الموضوع دي أنا من 2012 قد يمكن مقدم خطة ده اللي هو إزاي بتجد المنتخبات والأجيال بتتواصل ده في طبيعي إحنا عندنا منتخب ديوقتي منتخب شباب وعندنا منتخب أولمبي وعندنا منتخب الأول أعتقد حال للوقت إن إحنا في جزء كبير من المنتخب من العيد منتخب الأولمبي لازم يقودون في المنتخب الأول في الفترة اللي جاية ده طبعا عن حسط كمان رؤية الجهاز الفني الفريق الأول هو الجهاز الفني هو بيعود بقول أنا احتياجاتي في الفترة اللي جاية ممكن جدا أنزل بالأعمار السنية يبقى أنا بقص لكاس العالم ممكن بطولة العمم اللي جاية ممكن تكون مش هقولك أحسر حسر ولكن ممكن تكون محطة في بناء منتخب قوي لكاس العالم 22 وأنا في اعتقادي ده الوقت المنزل أخيرا كابتن هاني رمزي لو عندك اقتراحات بتقترح كصديق كزميل كنجم سابق في الملعب في الأهل ومنتخب مصر وأيضا كمدرب له خبراته بتقترح أو بتتمنى أن يطبق الكابتن حسام البدري بعض الأمور الفنية المختلفة عن المباراة الأولى أو شايف أنها تعدل من الأداء وتعالج أخطاء المباراة الأولى وأيضا نصيحة بتوجيها اللاعبي منتخبنا قبل المباراة المهمة غدا أمام جزر القمر إيه اللي بتطالب به يعني أنا برأيي أننا ممكن جدا نلعب بطريقة مختلفة شوية ممكن نلعب بطريقة أربعة ثلاثة ثلاثة مغياب برضي قردشة الكبير عن الطريق مقصد جدا جدا في طريقة أربعة ثلاثة ثلاثة واحدة هتملت كتير جدا على رقم عشرة مش موجود أبشى برضو لسنا صبراته الدولية والمباراة صعبة ممكن جدا نلعب بطريقة أربعة ثلاثة ثلاثة بيكون فيها توازن في الحالة الهجومية بيكون عندك كسافة عبدية وكمان في الحالة الدفاعية اللي انت محتاجة كمان أكيد بكرة انك تأمن دفاعاتك بشكل كويس هتلاقي الكسافة عبدية قصة الملع حسام البدري وجهات المعاون على أعلى مستوى إن شاء الله يوصلوا للشكل المناسب للمباراة ومتعاد المباراة على خير بإذن الله بشكرك جدا المشاركة معانا كابتن هاني رمزي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقا والمدارب العام السابق لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم طبعا بندوم صوتنا لصوت الكابتن هاني رمزي الكل لازم يكون يعني عنده ثقة كاملة في الجهاز في خطواته الأولى حتى لو ما كانش الأداء أو النتيجة على مستوى التوقعات والتطلعات في مباراةنا الأولى أمام كينيا لكن بالتأكيد دورنا كلنا دلوقتي تشجيع المنتخب ودعمه ومؤذرة الكابتن حسام في بدايات تجربته وإن شاء الله يوفق مع جهازه المعاون وأن يكون القادم أفضل وأعتقد أنه هتكون محطة مهمة وفاصلة جدا مباراة الغد بين المنتخبين المصري ومنتخب جزر القمر على ملعبه بين جماهير وأنه إن شاء الله لو وفقنا في الأداء والنتيجة وحصد نقاط المباراة دي هتعدل من موقفنا كتير في المجموعة وهتدي منتخبنا دفع قوية جدا قبل المباراتين المتبقياتين أو المبارات المتبقية هيكون في مباراة أخرى أمام جزر القمر وأمام كينيا والمباراتين أمام المنتخب التوجولي كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الأول في مشواره في التصفيات إن شاء الله تم الاتفاق على أن يرتدي منتخب مصر غدا في مباراته أمام جزر القمر زيه التقليدي بألوان طبعا ملابس منتخبنا الوطني بألوان العلم المصري على أن يرتدي الفريق صاحب الأرض والجمهور منتخب جزر القمر اللون الأخضر أو الطاقم الأخضر بالكامل طبعا الشورت والتيشرت باللون الأخضر منتخب مصر ألوان وطبعا ألوان العلم المصري الأحمر والأبيض والإسود والشكل الكلاسيكي المعروف عن ملابس أو زي منتخبنا الوطني في لقاءاته ومبارياته الرسمية وكمان تم الاتفاق على التفاصيل وتحرك الحافلة اللي هتنقل منتخب مصر من مقر الإقامة أو فندق الإقامة بقبل تقريبا ساعة أو نصف ساعة على الأقل قبل وقت انطلاق المباراة في اتجاه أو ذهابا إلى الستاد وملعب المباراة من أجل عملية التسخين وتجهيز اللاعبين بدنيا وعملية الإحماء اللي بتصبق المباراة الأهلي بيستقبل رئيس نادي الاتحاد البحريني نادي الأهلي حريص دايما على نقل خبراته وتجاربه ويرحب دايما بكل من يبادر بالتقارب مع نادي الأهلي والتنصيق مع نادي الأهلي وتوقيع بروتوكولات تعاون على كافة المستويات لبعض الأندية الأفريقية والعربية والأوروبية اللي بتستفيد وبتتبدل الخبرات أيضا بعضها أصحاب خبرات كبيرة أيضا تتناسب مع خبرات نادي الأهلي وبيبقوا حريصين جدا على نقل تجاربهم للأهلي والاستفادة أيضا تجربة الناجحة فنيا وإداريا وعلى كافة المستويات نادي الأهلي استقبل في مقر الأهلي في الجزيرة ظهر اليوم الأحد السيد أشرف أنور رئيس نادي الاتحاد البحريني والذي كان حريصا على زيارة نادي الأهلي لبحث سبل التعاون في كافة الاتجاهات بين الناديين الأهلي المصري ونادي الاتحاد البحريني كان في استقبال الوافد البحريني برئاسة طبعا رئيس النادي البحريني السيد أشرف أنور العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي الكابتن عوف عبدالقادر مدير إدارة النشاط الرياضي الكابتن خالد بيبو مدير أكاديميات النادي الأهلي والكابتن أمير توفيق مدير إدارة التصويق والتعاقدات شهدت الزيارة التطرق للعديد من الملفات الرياضية والكروية وأبدأ الجانب البحريني رغبته في الاستفادة بتجربة النادي الأهلي في تطوير أمور كرة القدم ونقل هذه الخبرات للنادي الاتحاد البحريني خاصة فيما يتعلق بإنشاء والتوسع في عملية إنشاء أكاديميات كرة قدم في نادي الاتحاد في البحرين وأيضا الاستفادة من خلال بروتوكولات اتفاق وتنسيق وتعاون بين الجانبين من أجل الاستفادة بخبرات الأهلي في تطوير عدد من اللعبات منها كرة السلة كرة اليد وعدد من الرياضات الأخرى بعيدا عن عالم كرة القدم على مستوى كمان اللعبات الفردية والجماعية وبيؤكد رئيس النادي البحريني إن الزيارته جاءت بهدف الاطلاع على تجربة فريدة هي تجربة النادي الأهلي المصري هذه التجربة رائدة في مختلف المجالات والاستفادة بالخبرات الكبيرة للنادي الأهلي والنجاحات والإنجازات والأرقام القياسية التي حققها النادي الأهلي على مدار تاريخه منذ نشأته وحتى يومنا هذا في كل الاتجاهات وليس فقط على مستوى كرة القدم وأعرب أيضا رئيس النادي البحريني عن سعادته البالغة بزيارة النادي الأهلي اللي بيتمتع كمان والكلام ما زال على لسان رئيس النادي البحريني السيد أشرف أنور بشعبية كبيرة جدا في مملكة البحرين بيقول النادي الأهلي بيتمتع بجماهيرية وشعبية لدينا في البحرين ولدى جماهير أيضا نادي الاتحاد البحريني وعلى مستوى المنطقة العربية والقارة الأفريقية بشكل عام وعلى مستوى طبعا الأندية في العالم العربي كلها تعرف جيدا قيمة وخبرات وتاريخ النادي الأهلي واسم العريق وأضاف الأهلي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ليس في البحرين فقط بل على مستوى الوطن العربي بالكامل في ظل تاريخه العريق والإنجازات التي يحققها على مختلف الأصائد وأشار إلى أن النادي البحريني بيتطلع في الفترة القادمة لتوقيع بروتوكول تعاون مستقبلي مع النادي الأهلي لإنشاء أكاديمية رياضية والاستعانة بكوادر الأهلي ومدربيه ومسؤوليه في كرة القدم والألعاب الجماعية الأخرى بهدف الاستفادة منهم وبخبراتهم الكبيرة والصورة قدامنا طبعا لرئيس النادي البحريني مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وتم تبادل طبعا الهدايا الرمزية التي تمثل للناديين درع وعالم النادي الأهلي ودرع وعالم نادي الاتحاد البحريني حمدي فتحي في طريقه إلى ألمانيا للخضوع لجراحة في غدروف الرجبة بعدما أصيب خلال معسكر منتخبنا الوطني الأول وقبل انطلاق المباراة الأولى ومباراة الجولة الأولى بين المنتخبين المصري والكيني أصيب بقطع في غدروف الرجبة حمدي فتحي كان بالفعل متواجد قبل الصفر غدا إن شاء الله إلى ألمانيا للخضوع لهذه الجراحة في غدروف الرجبة كان موجود مع زملائه في ستاد التتش والتقى ريني فيلر المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة وجلسه مع اللاعب لمؤذرته ودعمه نفسيا ومعنويا وكمان التركيز على التزامه الكامل بالبرنامج العلاجي والاستشفائي بعد خضوعه للعملية الجراحية إن شاء الله ويمر منها بسلام ويعود سريعا للملعب لأن حمدي بإجماع الأراء مش بس صفقة ربحة للنادي الأهلي أو قدر يحصل سريعا على ثقة كل جماهير الكورة في مصر مش بس جماهير النادي الأهلي ويبقى فيه إجماع في الأراء على إنه من أفضل اللاعبين حاليا على مستوى النادي الأهلي منتخب مصر في مركز لعب الوسط المدافع وإنه مكسب كبير في قدراته الدفاعية والهجومية إن شاء الله يعود بقوة وبسرعة لإنه هيكون من اللاعبين المؤثرين بإذن الله في الفترة الجاية سواء في النادي الأهلي أو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم وتدريبات خاصة طبعا في عمليات تجهيز قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز عندنا مباراة الأهلي ونجونا إن شاء الله يوم 25 من نوفمبر الجاري تليها مباراة أخرى الخروج إلى أو صفر إلى تونس لمواجهة نادي أو فريق النجم الساحلي أيضا فريق كبير ولو تاريخه وهيكون منافس قوي معروف أنه من المنافسين الأقوياء للنادي الأهلي في البطولات الأفريقية والعربية على ملعب وبين جماهيرو يوم 29 من الشهر الجاري عشان كده الجهاز الفني بقيادة ريني فييلر وكل الجهاز المعاون بيشتغل وبيجري العمل على قدم وساق للحفاظ على جهزية اللاعبين وكل ما يتعلق بالتوب فورم الخاصة باللعبين ذهنيا ونفسيا وبدنيا وفنيا حتى يحافظ الفريق على حالته وجهزيته الكاملة لاستئناف انطلاقته اللي كانت قوية جدا وسريعة وأكثر من رائعة في انطلاق الدوري الممتاز أو بدء مسابقات ومباريات الدوري الممتاز في نسخته الحالية وأيضا انطلاقة الأهلي المرضية والمقنعة جدا تحت قيادة ريني فييلر في هذه النسخة من بطولة دوري الأبطال الأفريقي لكرة القدم بيشارك الحراس تحت قيادة يانكل ميشيل مدارب حراس المرمى في الفريق الأول بالنادي الأهلي في تدريبات أو بيقضعه لتدريبات مكثفة لتجهزهم جميعا مع انشغال طبعا حارس المرمى الدولي المتميز نجمنا الشناوي في ارتباطاته مع منتخبنا الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية حراس الأهلي المتميزين كان في هذه التدريبات شريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد طارق سليمان وحمز حسين وبيقضعه التدريبات مكثفة أيضا للاعتماد على أي واحد منهم في أي وقت وعشان يكونوا على نفس الدرجة من الاستعداد والجاهزية لو كان في حاجة فنية إلى مشاركتهم في المباريات المقبلة إن شاء الله أليو ديانج لاعب مالي المحترف في صفوف نادي الأهلي بعد نهاية مشواره مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر للمنتخبات تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد توكيو بعد إنهاء مشواره بيواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد ما كان فيه شكاوى من اللاعب في الفترة الماضية بإجهاد وبعض الألام في العضلة الضمة بيغضع للفحص الطبي وبيفضل طبيب الفريق الدكتور خالد محمود استكمال اللاعب لبرنامجه العلاجي والتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية مع الفريق وكمان أليو ديانج من الصفقات اللي شاركت في الفترة اللي فاتت مش مشاركات كتيرة ولكن مع كل دقيقة شارك فيها في الملعب كان بيبدأ أكتر وأكتر يقنع الجماهير بإنه هيكون له دور كبير إن شاء الله مع الفريق وإنه اختيار فني جيد وإضافة فنية كبيرة للفريق إن شاء الله يكون دوره مؤثر جدا في المرحلة القادمة كان فيه تركيز على أمرين فنيين في التدريبات الحالية للنادي الأهلي التركيز على الكرات العرضية وأيضا التركيز على التسديد وعلى التصويبات على المرمى من زوايا ومن مسافات وأنحاء مختلفة من الملعب علشان ده بيكون زي ما قلنا من الأسلحة الفنية اللي بتحل مشكلات التكتل الدفاعي اللي دايما بيواجه بين نادي الأهلي في كل مباريات ومن كل منافسية على كافة المستويات محليا ودوليا فيه تركيز كبير جدا على هذه الفقرات اللي بتكون وقتها مش قصير وقتها طويل جدا في التدريبات وفيه تركيز كبير عليها من الجهاز الفني بقيادة فييلر وشفنا ده في عدد من المباريات في الفترة اللي فاتت على المستويين المحلي والأفريقي ده بدأ ينعكس على قدرات لعبين على التهديف وكان من الأمور اللي الجمهور المصري منزعج إنه ما بيشوفهاش في منتخبنا الوطني وفي أنديتنا الكبيرة وفي مقدمتها النادي الأهلي فكرة التزديد على المرمى وإحراز الأهداف من تزديدات من زوايا مختلفة ده أمر كان متعارف عليه دايما في المنتخب وفي الأندية الكبيرة وافتقدناه خلال الفترة اللي فاتت عشان كده بيعود التركيز عليه بقوة وإن شاء الله ده ينعكس على أداء لعبين سواء مع النادي الأهلي في منافساته المحلية والدولية أو في من خلال مشاركة نجومنا نجوم النادي الأهلي الدوليين مع منتخب مصر في الفترة القادمة بهذا الخبر بنصل مع حضراتكم إلى ختم فقرتنا الأولى وجولة الأخبار اللي بدأنا بيها هذه الحلقة فاصل ونعود فقراتنا مستمرة في الأهلي اللي لأدخوا معنا وبعد الفاصل حوار مع الناقد الرياضي المتميز الأستاذ علاء أعزام شاهدين أهلا بحضراتكم مرتانيا لسه معكم من خلال الأهلي اللي لأ وفي بداية هذا اللقاء نرحل ببثنا في الستوديو ناقد الرياضي بالأهرام الأستاذ علاء أعزة مساء الخير وأهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حبدأ مع حضرتك مع السادة المشاهدين من حيث انتهت فقرة الأخبار وإشارتنا إلى بروتوكول التعاون اللي بيرغب نادي الاتحاد والمسؤولين في نادي الاتحاد البحريني إلى أو فيه توقيعه مع النادي الأهلي وفكرة دور النادي الأهلي فيه نقل خبراته ونشر شعبيته أكتر في العالم العربي رايح ذاكي هي طبعا البدرة أكتر من رائعة وتوقيتها نموذجي لكن النادي الأهلي يعني مش محتاجة له كسب شعبية لكن الرياضة المصرية محتاجة كسب أرضية في منطقة التواجد بالفعل احنا الفترة اللي فاتت دي الرياضة المصرية من خلال النجوم القرى ومدربين ومدربين حتى مش كل قدم بس كل الأندية لأ فقدنا أرضية كبيرة جدا في الوطن العربي السنين اللي فاتتت نكراش السنين اللي فاتت دي ترجعنا بشكل كبير جدا رقميا حتى بالإحصاءات المدرب المصري والعادة للاعبة المصريين مختلفين في الخارج في منطقة الوطن العربي وتهدي منطقة الخليج لأ احنا ترجعنا بشكل كبير جدا الساحة تقريبا اكتسح دول شمال أفريقيا لعيبي ومدربي شمال أفريقيا اكتسحوا الساحة بشكل كبير جدا شعبية النادي الأهلي ما تأصلتش خالص بالعكس شعبية النادي الأهلي بتزيد بكل زيارة النادي الأهلي مع استمرار مع استمرار لكن أنا كنت شايف أن حتى كمين مشاركة الأهلي في البطولة العربية أنا كنت سعيد جدا رغم أن كنت عنصر التوقيت الأهلي مشاركة الأهلي في البطولة الدورة البطولة العرب أنا كنت يعني كلاقد رياضي كنت شايف أن توقيت البطولة توزمينها مع البطولة أفريقية كان شيء معوق لنادي الأهلي لكن كان مطلوبا أن النادي يكون متواجد في بطولة كبيرة زي دي اللي هو النادي الأقصر شعبية في الوطن العربي النادي الأقصر جمالية في الوطن العربي النادي الأقصر تاريخاً وقيمة في الوطن العربي فكان موجوده مهم جداً يمكن شوية يعني رحبنا بأن الأهل شارك في بطولة دورة بطولة العرب على حساب الجانب الفني لأن الأهل لازم يكون متواجد ودي الأهل اللي هو من صنع البطاطة العربية يعني البطاطة العربية إعلامياً وشعبياً وجمالياً بعيدة أوحومات الوطرات العربية ويقفعل بشهارة الأدي الآفية يقابون للعضباً بشهارة رؤوسات الانتحادة العربية اقولوا ان مشاركة النادي لاعدة الأبياء دox العقاب هي محيدة إعطالها الطبعاً الديلounced الم Sherman human إسم النادي الأهلي ده النادي اللي اتفرعت منه يمكن اكتر النادي اللي فروع ممكن ما نقولش كذب الشعبية ان الشعبية موجودة موجودة الاستفادة اكثر من خلال مزيد من بروتوكولات التعاون ونقل القبرات ده المقصود بفكرة تفعيل الشعبية انا قلتها لكن الاهلي مش محتاج شعبية تفعيل بقى شعبيته تفعيل ان ده هيعود بالنفع على النادي الاهلي على اقتع الرياضي مهم جدا فيه جالب اقتصاده مهم جدا ان فيه اندية بتتعامل مع النادي الاهلي بفكرة اقتصادية بالنسبة لنادي الاهلي ممكن كل الرؤساء الاندية مفيش رئيس نادي عربي بيجي مصر هنا في اي مناسبة اللي بلازم يكون حريصة على زيارة النادي الاهلي فيه كمان حاجة عايز حديقة تعلق عليها ان هنا الاسلاذ اشرف ان هو الرئيس نادي الاتحاد البحريني بيقول نود الاستفادة بخبرات وتجربة النادي الاهلي رائدة في اكاديميات كرة القدم وتحديدا الاستعانة بعدد من الخبرات والمدربين المتميزين من النادي الاهلي هو ده المكسب هو ده المكسب الحقيقي هو ده بقى المكسب الحقيقي ان الاهلي او الرياضة المصرية من خلال النادي الاهلي يرجع تاني المدرب واللعب المصري يتواجدوا في المنطقة الخليج بشكل كبير جدا زي ما كله في البداية يعني بداية المدربين في العرب في الخليج كانوا مصريين بالبداية خالص من ايام الكابتن طاطوخي الله يمسي بالخير والباقي المدربين وكابتن محسن صالح وكل الناس اللي هما أبناء النادي الأهلي اللي هما صنعوا تاريخ كبير جدا كان مدربين وكان نجوم في الوطن العربي وكابتن عالي خليل برضو في المرات لكن أقصد أن هذا التوقيت النادي الأهلي محتاج أنه من خلاله نعيد تصدير المدرب واللعب المصري برضو أخر مدرب خليل وتحليل حضرتك لأسباب هذا الاكتساح اللي حضرتك قلته حسب وصفك لحصل نوع من التواجد أكثر من التواجد المصري للمدربين من منطقة شمال أفريقيا ومنطقة المغرب العربي في دول الخليج وفي المنطقة العربية ليه ده حصل أو ليه حصل تراجع للتواجد المصري في هذه المنطقة على مستوى المدربين واللعبين وإزاي نعدل من ده الفكرة كانت البداية أن الحصار ده حصل تريباً مع بداية الألفينيات يعني لحد سنة التسعين كان اللعب المصري هو أكثر توجد شفنا كابتن سلام الشاطر كابتن عماد النحاس كابتن عماد متعب شفنا يعني كان هندية القمة في السعودية مثلاً أو في الكويت أو كان فيهم لعبة من يد الأهلي لكن الحصار ده حصل بسبب المبلغة المالية شوية أنه كان وقتها ابتلت العروض الأوروبية الانفتاح على الاحتراف الأوروبي شفنا لعبة من مصريين كابتن هني رمزي اللي كان موجوده حالة مداخلة يحترف في ألمانيا كابتن محمد زيدان سامير كامونة أحمد بلال كابتن محمد فاروق بيروحوا أوروبا بيروحوا أوروبا فبترت النظر تتوجه كلها لأوروبا دي عطت مساحة كان صعب جداً أن حد يتعاقد مع لعب مصري في هذا الضقيت اللي معرفين لعب مصري تفكيروا الراحل لأوروبا خلاص المغالاة كمان في الأسعار المدرب المصري السعر أو العرض اللي بيطلبه المادي المدرب الشمال الأفريقية بيقبل بنص التمنى وأنا أعرف ده كويس جداً يعني من خلال متابعة للصحف بشوف أنه في حتى بعض الناس بينتقود المدرب المصري للعمل أكثر وتوجدهم أكثر في العالم العربي وتأثيرهم في رياضة وكروة القدر بالضبط بالضبط يعني آخر تجربة نجحة بالنسبانا كان الكابتن عدر أبر أحمن والكابتن عمر أمرو من ابنان الدر أهلي يمكن دول آخر تجربة نجحة للمدرب المصري الشاب في دول الخليجي يمكن دي دي كانت آخر حاجة لكن المبارغة في الأمور المادية أعتقد أن دي سبب تراجع للمدرب المصري الشخصي اللي عنده تجربة وحداك صححة أو كانت المعلومة غير دقيقة أن كابتن بدر رجب آه طبعا لا كابتن لا كابتن ومستمرة ومستمرة حتى الآن كابتن بدر رجب خلاص ده راح في حتة تانية وخد كرير تاني وخد قطاع النشئين من بدري يعني زي كابتن عن خليل مع عمل نجم الزمالك آه وخد وخد منطقة ما حدش بيبص لها كتير جدا اللي هو قطاع النشئين استفاد جدا من تجربته مع الخبير الهولندي اللي كان في قطاع النشئين في ندية مصر القرفر استفاد منه وراح طبق المدرسة دي المدرسة هولندية في الامارات ونجح نجح باهر جدا لذلك دوقت أن بدر رجب أصبح علامة علامة تجارية يعني ده اللي بيتقال عليه يعني ترند بالنسبة للقطاع النشئين في الامارات لا كابتن بدر رجب علامة ومهمة جدا فنتمنى في تجربة وأي واحد روح الامارات لازم يقولت اسم بدر رجب لا اسمه مغاني اعتناق جدا يعني هنا بتطالب المزيد من المدربين المصريين أنهم يحاولوا يفكروا بطريقة احترافية أكتر بالزبت 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 يعني أنا بكون حزين جدا جدا مشوف الدورة السعودي آه يعني ممكن شوية ما يكونواش موجودين في أندية القمة الأندية الكبيرة للأهلي والهلال والنصر والاتحاد مش موجودين بس موجودين في أندية تانية أندية الوسط احنا دي افتقدنا المساحة دي وراحتها كلها أندية مدربة شمال أفريقيا إذن هو أمر إيجابي عشان ننتقل لمحاور تانية فكرة تعاون الأهلي وترحيبه ببروتوكولات التعاون مع أندية عربية وخليجية صديقة لنا أنه ده هيحدث حالة من التعوجد أكتر للمدرب المصري والنادي الأهلي لو حالك بالإحصال والرقام هو أكتر من نادي مصري صدى لعبين ومندربين لكل دور العربية بالاستثناء فضلا عن تجارب الأنية التي ابدأت بالنادي الأهلي وحملت اسم النادي الأهلي في بلادها سواء كنا من كلم في السعودية في الإمارات في العربية الدول طبعا أكيد أكيد إن شاء الله تكون التجربة موفقة وتكون نقطة انطلاق جديدة لمزيد من أفاق التعاون الأهلاوي المصري الدولي من خلال التجربة مع نادي الاتحاد البحرين إن شاء الله وبروتوكولات التعاون القادمة بين الناديين هنبدأ بالحديث عن منتخبنا الوطني الأول ليه خرجنا بهذا الشكل وبهذه النتيجة تحليلك لأداءنا أو تفسيرك لأداء والنتيجة في المباراة الأول شوفوا حصل العكس يعني سبحان الله يعني النقيد حصل يعني الناس كلها متفاعلة بالمتخب الأول متشأم بمتخب الأول حصل العكس سبحان الله يعني حصل الحالة القلبت بالتشاؤم عند المتخب الأول والتفاعل دي حالة عجيبة وحالة فريدة جدا يمكن تزامن كمان مباراة كينيا مباراة مصر وكينيا مع مباراة مصر والكاميرون في نفس اليوم دي عملت حالة عند الإشارة على مصر قلب التفكير وقوموا منافسين في المنتخب الأولمبيا في البطولة عطا بالضبط بالضبط طبعا ويلاقوا بطولة رسمية ومنافسين أقوية جدا أنت أتكلم على نخبة المنتخبات الأفريقية بجد يعني يعني في جمعاتنا بس يعني عندنا عمالي والكاميرون يعني أسماع كينيرا ده تصريح كان ممكن يكون مقبول جدا عند الناس وممكن الناس تتفهموا لكن كان في حاجتين في أول حاجة اللي كان فيه لعبين محترفين في المنتخب بالتالي مش متأثرين بتوقف الدول إن هما كده كده بلعبوا مع عنديتهم فبالتالي حجة أو مبرر أن المنتخب أداءه كان صدمة للجماهير بداعي توقف الدوري أعتقد أن كابتا حسابي كانش موفق فيه ما كانش موفق فيه أطلاقا لأن المنتخب فيه كان لأنه على النقيد تماما وعلى عكس تماما المنتخب اللومبي اللي هو كل اللعبتهم محليين يعني المنتخب اللومبي معندناش ولا لعب محترف في المنتخب اللومبي وكل اللعب يدخلها في أنتها تأثرت بإقاف الدوري وشوفنا أداءهم كان إزاي أداء مميز جدا وفي كمة شوف هناك صدر أحداك بتقول الأداء مش بس إن النتائج أفضل الأداء كمان آه يمكن شوية في بعض الناس بتقول إن الروح كانت لها دور مهمة جدا طيب وليه الروح مش موجودة في المنتخب الأول ليه ليه مش موجودة يعني أنا بقول لها حالك يعني التصريح الإقاف الدوري ده كان ممكن نستقبله وكان ممكن نستطرح يمرر لكن اللي حصل من المنتخب الأولمبي أفسد على الكابتن حسن البدري أو مش أفسد يعني أو قال إن التصريح كابتن حسن البدري غير موفق لأن أنت على أقل خالص على أقل خالص من المنتخب الأولمبي كل لعبة محليين أن مستوى المنتخب الأولمبي حسب كلامك أستاذ علاء جعل تصريح كابتن البدري غير مقبول غير منطقي وغير مقبول ده بالعكس كمان ده كان ممكن ممكن نتفهم لقدر الله وقدر الله وقال حصل إخفاق للمنتخب اللومبي كابتن شاوه غريب قالك أننا تسهرت في الدوري كان ممكن ده مقبول وخاصة أنه كل لعبة محلية كل لعبة محلية للعبة المنتخب اللومبي كلهم محلية ربطان صبح مع النادي الأهلي الرباع على النادي الأهلي لعبة الزمال كلهم ما بلعبوش أي متشاط خالص من منذ توقف الدوري من 5 أكتوبر فبالتالي كان ممكن يكون مقبول أن الدورة أثر سلبيا على المنتخب لكن أن يأثر سلبيا على المنتخب معظم أفراده من لابي المحترفين أعتقد ده كتصريح طبعا نحن نشوف كل لابي بتاعتنا جاي المحترفين كلهم جايين وكانوا قابليها بثلاثة أربعة يام بلعبوا في الدوري والدوري الإنجليزي وبلعبوا في كل الدوريات فما كانتش تصريح إشكالية كبيرة موجودة دلوقتي أو جدلية أستاذ علاء ما بين دور الإعلام الرياضي والنقد الرياضي في وضع نقاط على الحروف ولفة الأنظار للقصور الفني والأداء المحبط في المباراة الأولى والنتيجة طبعا المخيبة للأمال وبين دورنا في دعم منتخبنا دلوقتي وأننا محدش يطلع يقول يا جماعة هل بتكسروا المنتخب هو لسه عنده ماتشاط مهمة وحياخده فريق واحد أو منتخب واحد من مجموعة شايف الأمرين دول إزاي أو المقارنة بينهم إزاي شايف أن الإعلام الرياضي أصبح متهم في كل الأحوال لو حالك انتقضت فساة توقيت يقول لك انتليم أنا عن نفسي تجربة شخصية أننا انتقضت التصريح كابتو حساب البدريع عبر صفحة الموقع التواصل الاجتماعي فيه كتير جدا من الناس يدني في رأيي والبعض الأخر اختلف وانتقدني أنني 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 أنتقض المنتخب فساة توقيت وقال لي لا ده مش توقيت وأننا ندير مباراة ولو صمتنا بيتهم الأعلام في الرياضي وقتها أنه متخازل وأنه قصر في حقه أنه ينقض أداء المنتخب في مباراة كينيا ويقول لك أنت كنت فيه أو أنه ده بيتسبب الصمت ده من وجهة نظر أصحاب الرأي ده بيسبب مزيد من القصور بالضبط بيسبب من القصور وتطلع أنت قدام الرأي العام مدان أو مقصر يعني زي اللي حصل في كاس العالم الفجأة بدل الإشهادة بالمنتخب الوطني لما تأهل كاس العالم أصبحت المتهم الأول في نظر كل الناس هو الإعلام نقول أنت كنت فيه لما كان المنتخب بيستعد الكاس العالم كنت فيه لما ده الناس قالت كنت فيه لما كنا بنكسب وأداءنا سيئ وأداءنا سيئ مظبوط أنت كنت فيه ويسيبين كوبر يستمر كوبر كان مش جال وإحنا كان وقتها مطلوب أن ندعم المنتخب الوطني فإحنا كنا في كلتا حالتين سواء انتقدنا الآن أو بنصح على الأخطاء من الآن بننتقد ولو صمتنا وأجلنا الانتقاد أو كشف الحساب إلى ما بعد نهاية من اتهم أن احنا تخاذنا في هذا التوقيت وأن احنا زي بيقول تسطرنا أو أخفينا بعض العيوب في وقت معين طيب إيه اللي مطلوب قبل مباراة أو خلال مباراة الغد أمام جزر القمر المباراة تانية وأعتقد أنها تبقى مباراة مهمة أوي نتيجتها والأداء فيها في مشوارنا بعد التعادل في المباراة شوف أنا ممكن كنت أضيف هنا في نفس البرنامج مع الأستاذ محمد السعيد وقلت أن قبل تولي الكابتن حسام البدري المهمة قلت أن أي مدير فني هيجي المنتخب الوطني يعني مدرب محظوظ جدا لأنه جاي في نوزها قروية أنا كنت شايف وحتى الآن حتى الآن رأيي أن تصفيات أفريقيا دي نوزها لأي مدير فني يعني يعني أنه نحنا نتحدث على أهمية مباراة جزر القمر تعتبر عيب يعني أنا شايف نعيب بعيب جدا نحن نتكلم على أن مباراة جزر القمر مباراة مهمة بالنسبانا أو مباراة صعبة بالنسبانا آه طبعا دي نوزها دي نوزها قروية يعني زي ما بتشوف المنتخبات الأفريقية يمكن باستثناء المغرب بس نشوف المنتخبات الكبيرة بتعمل نتاك شوفنا جزاية بتكسب الخمسة يمكن بس باستثناء المنتخب المغربي ولكن المنتخب المغربي برضو بيعاني يعني المنتخب المغربي حتى نفس القصة المدير الفني ونفس القصة عندهم مشاكل كتيرة جدا مشاكل فنية وفي ماكش شاكل الإدارية وده كانت النتيجة انه بتعادله مع مورتانيا وطبعا فرق كبير جدا بين المغرب ومورتانيا نفس الأمر بالنسبان احنا تعادلنا برضو مع كينيا ده بيقول انعكاس انعكاس المشاكل والخلافات الإدارية على النتائج يعني ده انعكاس مباشر جدا يمكن اكتر منتخبين تأثروا بالاخفاق وبطول كاسم أفريقية وتبعات هذا الاخفاق من تغيرت اجهزة فنية هي مصر والمغرب وشوفنا كمان نفس اللي بيحصل في مصر بيحصل بالكربون في المغرب شوفنا برضو نفس القصة كان فيه خلاف انقسام حدي جدا عن اختار المدير الفني حتى الاجهزة المعاونة انا كنت شايف ان كابت حسنان بدري ما اختارش اجهزة فن المعاونة وده شيء مش ايجاب ان هو يجي كنت تفضل او بتشوفه طبعا طبعا لكن لكن يتولد تدريب منتخب مصر بعرض النص علي ونص عليك لا يعني ان اتحالك ويختار نص الجهاز ويختار نص الجهاز لا انا كنت شايف ده امر غير موافق كمان ان ان ازاي البداية كانت بداية كلها ازمات شرط القيادة وازمة لعبة وتأجيل الدوري لا انا كنت شايف ان كان فيه دور اهم من قبل ما نخش التصفيات دي كان لازم فيه حاجات كتيرة جدا جوه البيت كان لازم تتصلح طيب يعني ما زلت على يقين او رؤيتك هل معناها انه الفرصة كبيرة جدا بالنسبة لنا وان المجموعة سهلة مقارنة مصر نزها قروية دي حادثة قروية وانتهت معنا كلامك انك لن تقبل يا استاذ علاء هل يمكن ان تقبل عدم النجاح في مشوارنا في التصفيات لأي سبب ولا ده هيبقى غير مبرر على الاطلاق وكارسة اذا كنا بنا لهذا الامر قبل كده في مرحلة معينة لكي تلزروب البلد بيمر بيها فاتقبلناها واتقبلناها بعد بعد سلسلة نجاحات كبيرة جدا جدا في عهد الكابتن حاسي الشحاتة انك تفوز بطريقة كاسة أمم أفريقية وتكون قبقى وسائل وادنى منك تتأهل كاسة عالم وبتقدم أفضل افضل اما انتقني ببعض الصعود اه يعني اه يعني في امتحان ممكن اتقبله العزر وقتها وكانت الوقتها البلد كمان نفسها في ظروف صعبة جدا يعني المنتخب وقتها كان فيش ظروف كان صعبة جدا لكن دلوقتي لا دلوقتي ما فيش أي طيب هل المجموعة المختارة يعني لسه هنتكلم عن تأثير غياب محمد صلاح وحجم هذا التأثير على الأداء وعلى نتائج المنتخب هل هو تأثير يعني كبير جدا ولا نسبي أو بسيط أو محدود لأن احنا منتكلم عن تيم وورك في النهاية مش عاللعب واحد مهم على شأنه أو كان حجم نجومية هل مجموعة الاختيارات الموجودة هل اللاعبين يعني فين المشكلة الفنية اللي احنا محتاجين نعالجها في المباراة تانية ان شاء الله وبدأ من المباراة الغد أمام جزر القمر في تكليفات الجهاز الفني في طريقة اللعب في الروح والحماس زي ما حالك قلت اللي مش شايفنا فين المشكلة أعتقد المشكلة في سواء التشكيل يعني أنا شايف أن الكابتن حسان بدري خد وقت كبير جدا جدا وهو ودي أمر أنا برضو بستعجيبا لأنه ياخد فترة كبيرة جدا آه ممكن تكون بعض ظروف حاصلة إصابات زي إصابات محمد صلاح أزمة بيرامدز برضو ممكن أثرت شوية على التشكيل إصابات بعض بعض العبين في النادي الأهلي زي حمد فتحي يعني ممكن أعتقد حاجات كيف ممكن تربح حساباته آه ممكن تربح حساباته ما دوش الوظل أنه يتعادل مع كينيا وأنت متقدم ومع كده حتى أدائك يعني حتى آه ممكن كنت قدم فيها كل شيء ممكن تساعد مباراة بالكامل لكن أدائك ما كانش ما كانش مقبول الأداء نفسه ما كانش مقبول آه لما يكون التعادل مش مفاجأة ده هنا هنا لازم نقف لما يكون أمر التعادل يعني حركة لو تتفرج على المباراة أنت عندك إحساس في أي لحظة أنه ممكن المتخب مصري يجي فيه جون ولما حصل ما كانش مفاجأة ما كانش مفاجأة للناس يمكن الناس كلها كانت منتظرة وقلقانة وبت عيب جدا أنه إحنا لعب كينيا ونبص في آه هنا حالي بتقول أنه إحنا مش كنا بنلعب كويس قوي بس مش معفظين إحنا ملعبناش ملعبناش أصلا فبالتالي أنا أنا شايف أن مهما كانت غياب آه مش مقبول التعادل مع كينيا مهما كانت الظروف مش مقبول إلا بفوز كبير على جزر القمر بفوز كبير مش مش واحد صفر وارجع يعني ومطلوب عرض كمان يعني وطبعا حتى يعني مع أن الأمور كلها ماشية في صلح منتخب جزر الأمر اللي فوزوا كمان على توجو بإجماع القراء كانت نهاني رمزي كمانا على تريفون بيودي مفاجأة كبيرة نكسب توجو على ملعب ورايح يقابل منتخب مصر على ملعب جزر الأمر فمعنويات المفاجأة دي بتحصل مرة سيد محمد يعني دايما المنتخبات الصغيرة دي تجي في مرة تروح منها لك مفاجأة وانتهت القصة بتنتهي عند المفاجأة مرة واحدة لكن المقاييس والحسابات تخب مصر أفضل وإلي كنا شوفنا كاف فرد دي تاخد لما كسبت المغرب قبل كده وكسبت الجزائر قبل كده كنا شوفها تاخد كاس الأمم أفرقية الرئاس الأخضر وجات في مرة عملت تصفيات أو بمجرد بطلاب خارج أرضها خسر كل شيء وتصفيات أفريقيا ما تهلتش حتى في مجموعاتها لبطول كاسوبة أفريقية عاصل المفاجأة دي ممكن تكون ودائما المفاجأة بتنتهي عند مباراة أو التين بكتير جدا يعني آه ممكن تكون مفاجأتها فوزارة وجود دي كانت مفاجأة كبيرة جدا لكن طبعا ما فيش مجال المفاجأة التانية طيب هل الإعلام الرياضي لو حضرتك بتتابع ده بحكم عملك في الأهرام وفي الوسط ده من سنوات وخبراتك في المجال ده بيحاسب المنتخبات الأوروبية وفي أمريكا اللاتينية في كل منتخبات بالقطعة مع كل مباراة بيكون فيه تقييم من النقاد وبيكون فيه تقييم الأستوديات الفنية ولا بيبقى فيه منتخب عنده مشوار تصفيات أو تارجت معين أنه يتأهل لبطولة أو يفوز بنهائيات بطولة معينة بيستنوا يشوفوا مجمل أو مجموعة المباراة والنتيجة النهائية يعني نعرض عندنا المنتخب في مهمة سمعت تأهل لكاس الأمر هل مفترض نحسب ونقيمه في كل مباراة هل شايف أن ده الأدق وده الأكثر عدالة للمنتخب ولا مفترض نستنى نشوف حصيلة شغل الجهاز واللعيبة في نهاية مشوارهم في التصفيات هي بس الفرق بين نقض المدير الفني أو نقض مدير فني للمنتخب والمنتخب كله والأندية الأندية بتلعب كل أسبوع فبالتالي ما فيش يعني مساحة النقض ضعيفة جدا لأن خلاص بيكون الفرقة مثلا اللي لعبة النهاردة بتلعب بعدها بتلاتيام ففرصة النقض هنا ضعيفة لكن المنتخب بيلعب كل فترات بعيدة جدا فترات مدابعة ده يعني ممكن المنتخب بتاعنا بيعلم يلعب جوز القمر تليه يقعد فترة بيات شت وطويل جدا جدا فبيدينتهم فرصة التقييم والتقييم ما بيتم إلا من خلال النقض فبالتالي مساحة النقض للمنتخبات الوطنية أعلى بكتير مساحة النقض للأندية وده الموجود أنا والله يا سيد محمد أنا أقسم لك أن الإعلام المصري رحيم جدا 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 بالأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية حالك لو شفت اللي حصل مثلا في أرجنتين بعد الإخفاق بطول الكوبة أمريكا جحيم يعني أنا كنت متوقع أن ميسي مستحيل مستحيل هلعب تلف في المنتخب أرجنتين بعد كم الإهانات تعرض لها لو يعني مع فرق طبعا لو محمد صلاح تعرض لنقض واحد أو هذا النوع إن النقض يتعرض ليه مست أعتقد كان ممكن نشوف محمد صلاح على ذكر محمد صلاح ما مدى تأثير هذا النجم الكبير أو أفضل لعبي منتخبنا على الإطلاق حكم الخبرات وحجم الناجحات لمحققها بره على المنتخب في حالة غيابه وعدم وجوده في عين مبارك شوف إحنا ممكن نتكلم على مدى تأثير محمد صلاح عن المنتخب الوطني لما نكون باللعب المنافس قوي لما اللعب منتخب أوروبي باللعب منتخب من أندية النغبة منتخب من النغبة الفرقية يتكلم على كاميرو نيجيريا غانا الجزائر تونس المغرب آه ممكن هنا نتكلم على تأثير لإسماء الكبيرة لإسماء الكبيرة آه لكن لما نتكلم على كينيا وجوز الأمر أعتقد أنه يعني حضاك أيضا أو بتشوف بنفس القياس من كلام دا مش مقبول بردو نفس منطق خالص خالص اللي حضاك قلت بي أن المجموعة بصارة لنها سهلة مقارنة آه فبالتالي ما فيش وجه المتحدة دا مش محل خلاف أعتقد كل اللي اتتابع مهما كان مش عايز نقدة أو مش عايز أداء كلام عن سلبيات دلوقتي في ناس رأيك كده بالضبط لكن هيتتفق مع حداك المجموعة سهلة بكل المقاييس آه يعني بكل المعايير المنطقية هي المجموعة كانت في صالح منتخب مصر هي بس المشكلة الحقيقية المشكلة الحقيقية الموجودة عندنا إن الجهاز الفني أو المسؤولين عن رياضة في مصر المسؤولين عن رياضة في مصر بعيدا عن المنتخب كلهم بيقيسوا النقد الإعلامي وحاجة ملابين من السوشال ميديا وده قطر وده كيرا حقيقي يعني هناك في العالم كله القياس على ما يكتب وما يقال لكن هنا هنا على حساب ما ينشر على السوشال ميديا حتى من الجماهير حتى من الجماهير آه بيحسبوا 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 الإعلام على السوشال ميديا وإحنا مش جاهة مش جاهة خصصات للسوشال ميديا يعني أنا مش أوصياء عليهم مش أوصيها السوشال ميديا أنا أنا يعني أنا ما طلعش يطلع مدير فني يقولك الحملة اللي بتعرض لها السوشال ميديا أنا إيه علاقة بالسوشال ميديا أنا بكلمك على المطبوعة اللي بكتب فيها رائعي يعني حسبني على المحتوى أنت حالك نشوف المحتوى هتلاقي إجابة جدا 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 والله يا سبيل محمد المحتوى المكتوب عن المنتخبات الوطنية في الصحف كل الصحف رائعة جدا جدا ودعم غير عادي ودعم لكن هم للأسف بطلوا يشوفوا المكتوب ويتابعوا السوشال ميديا وأنا مش واصحة السوشال ميديا وما تحسبنيش على السوشال ميديا هي دي المشكلة الحقيقية لأن دلوقتي كل الحكم على منظور الدعم الإعلامي من خلال السوشال ميديا أنت ما تحسبنيش أنا أنا قناة قدرياضي ما تحسبنيش على ما أنشوع صفحات الشخصية أنت حسبنا على ما أكتوبه ما أقوله ممكن يكون بقول حالا بدعم كمواطن أو مشجع ده أمر حاصلي ممكن يكون لي وجهة نظر مخالفة للسياسة التحرير الجريدة بتاعتي ممكن السياسة التحرير الجريدة بتاعتي لأ إحنا لازم لدعم المنتخبات وطني أو ممنوع الحديثة عن السلبيات لكن أنا ممكن كمواطن بقول السلبيات دي ما تحسبنيش حسبنا على المكتوب وما تقرأه وما تسمعه بس يعني أنت قناة قدرياضي تشوفني في التلفزيون تحسبنا على التصريح بتاعي لكن ما تقولش السوشال ميديا وهو ده المشكلة الحقيقة المشكلة حقيقة بزق وبيحسبوا الإعلام على ما يتم نشره السوشال ميديا ونحفشته أو تداوله في السوشال ميديا يعني ايه هاشتاج مثلا يطلع من الجمهور ضد لاعب أو يحمل الإعلام يقولك اللعام من مصر مش هوف ضدنا أنا مش واصل على السوشال ميديا أنا ماله من المشتاج يطلع ضد فلان فلاني ضد مدير فني ضد لاعب ايه علاقتي أنا بهاشتاج طلع ويطلع المدير الفني يقولك إنه بتعرض لهجوم على تويتر وفيه هاشتاج طلع ضدي طبع ايه علاقة ده بالإعلام؟ وهاجم الإعلام في هذا؟ سؤال أخير عشان ندفل القضية دي ونتكلم عن منتخبنا الأولمبيو عن محاور كثيرة أخرى فنية أستاذ علاق بيقال دايما إنه إحنا عندنا عودة الخواجة وما زلنا وإن لما بيجي مدير فني أجنبي لو يعني كان أسوأ مدير فني يعني شفنا الحقيقة يعني إنه مستوى تقدم ما فيش أسوأ من كده في الفترة اللي فاتت وإن الإعلام بيصبر عليه والدولة والمسؤولين في القطاعات الرياضية وعن أمور كرة القدم وإن الكل والجماهير حتى بدرجة ما بتبقى متقبلة لغاية ما نشوف إيه الفكر وإن ده ما بنيديش الفرصة دي المدير الفني المصري خالص ولأنه من أول يوم بيبقى فيه هجوم شرس جدا عليه ما بياخدش حتى من وجهة نظر الكاتيرين نفس الصلاحيات في المطالب اللي بيستجاب لها شأنه شأن المدير الفني الأجنبي ده حقيقي وده شوفنا يمكن في أزمة التعامل الجماهير مع استدعاق قهرباء للمنتخب الوطني شوفنا زي كل بنجرد ما الكابتن حسين بدل تم أعلن عن استدعاق قهرباء للمعسكر المنتخب الوطني شوفنا قد إيه تعرض لهجوم هجوم شرس جدا جدا وده الهجوم برضه تعرض له قبل كده كمتاحات الشعائطة لما استدعى أعصام الحضري المبراطة الأجنتين والدية بعد هروب أعصام الحضري للنادي السيون السويسري هنا لكن لما شوفنا كل المديربين الأجانب لما كانوا بيستدعوا لعبين عليهم نقطة خلاف أو علامة استفهام أو علامة تعجب ما كانش حدي بيتكلم يمكن ده شوية بيرجع لطبيعة أن الجمهور بيتعشن في المدير الفني الوطني أنه أضرب الظروف يعني ممكن آه لا أنت عارف أن فيه أزمة تحصل هنا لو تم استدعاق هذا اللعب وبيتعامل بهذا يتعامل من منطق الوطنية بتاعته أنت بيتعاموه هنا بوطنيته المدرب الوطني بيتحمل يعني بتبقى كونه هو مدرب وطني كلمة وطنة دي بتحمله عباء كبيرة جدا جدا بيتعرض لانتقادات عنيفة جدا جدا ما اخترت اختيار ودائما بيفصر اختير لعب لعب ولو لعب تم تجاهله بيعمل له حسابات قدرية جدا ولو لعب تم اختياره وفي مشكلة بينه بين جامعين نادي أو إدارة ناديل ده بالعكس كمان بيتم حسابه على بعض على خلافاته سابقة لما كان مدرب لنادي يعني فيه لما يتم استدعاع ان تاريخ المدرب بيستدعى بالزبط بيستدعى بالزبط يعني حلقة قلت تاريخه كمشواره كله التدريب كله بيتم استدعاعه معاه وكل ملفاته تروح معاه لما يمسك المدرب منتخباته فعشان كده اي لاعب بيضمه او بيسابده بيكون على خلفيات والناس بيتفسرها على خلفيات لكن المدرب فانا اجربة بيجي لو جاب لاعب من درجة درجة الثالثة ولا حد بيتكلم خالص ونفس الأمر يعني انا جاي في السكر الوقت كان فيه الكابتن أربع سين مندرب منتخب الشباب اعلن قائمة بتاعته اللي بتاع التصفيات وفيه شفت انا صاربت جدا اللي لقيت لعبها من درجة تانية موجودة ويعني اعرض لعبت النادي الاهلي خمسة والزمال كتريبا اربعة على حسب ما اعرضه وشفت اللعبة من درجة الدرجة التانية فاتبسطت جدا جدا ده مؤشر جايد ده مؤشر جايد ده مؤشر جايد ده مؤشر جايد شوف بقى مش يتعرض لانتقاطيات خالص كابتها لان الاسماء اللي خدها اسماء مش معروفة والجمهور لسه المنتخب فيهم الشعور اللي دايما احنا بيبقى لكل المنتخبات عندنا نفهم الشعور حتى البطولة احنا معنا كمان القيمة كنا يعني اعرضنا الاسماء في بداية الحلقة بالزبط اه وانا بتكلم مع حضاك كمان هنشير اليها في عدد من اللاعبين طبعا من اندية الدوري الممتاز يعني عندنا مثلا على سبيل المثال للحصر من النادي الاهلي عندنا حمزة علاء عبدالله حسين حمد اشرف محمد بكري محمود صبر عبدالمنعب عبدالرسول عربي بدر مختار سعد وشادي ردوان عبدالرقوف عندنا خمسة من النادي الاهلي من السكة الحديد السكة الحديد اه تلت لعيبة عندنا الاهلي المصري سكة الحديد امبي اه الاهلي زمالك امبي الجيش الاهلي المنصورة نجوم المستقبل الزمالك المنصورة سموحة زمالك امبي الاهلي زمالك الاولمبي يعني تنويع في الاختيار اه لأ يعني شوف تبقى تلعيبة من اندية الدرجة التانية يعني اندية بتراف الدورة الدرجة التانية الاولمبي والمنصورة وسكة الحديد صعب جدا دلوقتي يمكن اخر مرة شوفنا فيها العيمة مغمورة بتخش المنتخب الوطني. دي علامة ايجابية. ده طبعا انا بشير من معاشة الاجابة. جائزة للمدير الفني والجهازة. هو هو ده بقى ده ده المدرب الوطني. ده المدرب الوطني. يعني اعتقد لو مدير الفن اجنبي هو المسؤول على منتخب الشباب. اعتقد بكل شنشف الاسماء دي. طيب بس حتى النقطة دي. فضل. مع ان انا انا شخصية مقتنعة باللحدة بتقول ومتفق معك. لكن هتيجي ناس تقول او هتلاقي نقطة جدل على الامر ده. ناس هتقول ان ده يعني توسيع لدائرة الاختيار ومدير الفني جدا. طبعا. وشاهد كل اللاعبين في في مشارق مصر ومغارب دوريات. في كل الدوريات وكل المستويات المسابقة. وناس تانية هتقول يعني معقول اللعيب اللي جاي من الدرجة التانية او من القسم التاني او التالت افضل من اللعيب اللي بيلعب في الدوري الممتاز في مركزه او لعيبة الاندية الكبيرة في الدوري الممتاز هيبقى في جدلية كمان عند الجمهور. اه وده هيفضل هيفضل رهان معلق لحد ما الناس هتشوف المنتخب الوقتها. يوم ما شوف المنتخب وهيتنجح العناصر اللعيبة اللي هي من الدرجة المغبورة ديها هيحسب لكابتن ربيع سين وقتها. زي ما زي ما كابتن جوهري. ويؤكد صاحب يعني كابتن محمود الجوهري كان الاهل كان عصر قطبين. الاهل والزمالك بجد كان عصر قطبين. وشوفنا لعيبة ايه. من كل اندي شوفنا احمد الكاس. شوفنا شام عبر رسول. شوفنا آآ كابتن طرق سليمان. شوفنا اسماء كتير جدا صبر عيد وخلت عيد. شوفنا كان كل انديات مصر. ده كان منتخب مع كبير منتخب يعني كان المنتخب الوطن اني فعاد الكابتن محمود الجوهري كان ممنحواش اللاعب. لكن شوفنا فتاك كتير جدا كان منتخب الاهل منتخب بصر الاهل وزمالك بس. ولاعب او لعبين بس. يمكن بس شوية القاعدة وسعت شوية. لما شوفنا اللاعبين محترفين سفروا بره. عموان ده جديد. العاب لكابتن ربيعاسين ده في تجديد. طبعا. وشيء له حي عليه. اكيد. اكيد. او قديمة في كرة القدم. كانت اختفت من ملاحظة للنائلة. ورهان 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 وممكن كابتن ربيعاسين. اه. ومتميزين في الموقع. ورهان كابتن ربيعاسين لو بيزن الله رب اني وفقه. هيبه كابتن ربيعاسين اقدم لمصر بجد. اقدم لجد. يعني انا شايف ان بياخد لعب من اهل والزمالك. ما بيساهمش كتير قوي في تطويره. او لازهاره. لانه كده كده. اه. وكده كده هيلعب دور ممتاز. وكده كده كده هيكون موجود. لكن لما يكون لعب من السكة والقلم والمنصورة. والجامهير تعرفهم وهو عنده اقل من تنتشر سنة. والجامهير تشوفه. والجامهير تابعه. وينجح. ويبقى نجم. ده هيحسب لكابتن ربيعاسين في ناصر المميز. ان شاء الله كالترابيه يكون موفق هو شخصية مكتهلة جدا في عمله. اكيد. اكيد. فضلا عما هو عليه كشخصية على مستوى الاخلاقيات والجانب الاجتماعي. يعني فيه اجماع في الاراء على محبة هذا الشخص. وتاريخه كلاعب وخبراته كمدرب. مناله كل التوفيق طبعا. ان شاء الله. خليني انتقل بعد الحديث عن منتخب الشباب ايضا الى منتخبنا الاولمبي. اه افضل الصور على الاطلاق في اه كرة القدم حاليا في مصر صورة منتخبنا الاولمبي ونجمنا المتعلقين. شايف منتخب الاولمبي ازاي? انا شايف ان ده منتخب احيا 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 كرة القدم في مصر يعني. احياها جمهريا احياها اعلاميا احياها صخب. يعني الرياضة مصرية كانت الكرة مصرية كانت رجدة يعني عارف بحيرة رجدة. احنا خمسين يوم مفيش يعني الناس كلها بتكلم ان الكرة القدم في مصر برامج بياضية يعني برامج بياضية بس يعني إحنا في مصر ما عندناش كرة كرة حلوة في الملعب ما فيش كرة في الملعب والأزمات فكل اللي بتسمع عن قرد قدم بيخليه برامج رادية لكن بتشوف بعنيك لا بتشوف منشط لا بنشوف الدوري بتأجل قبل معاده الأزمات عن فبالتالي جينا في وقت منتخب إحنا جاي على خلفية إخفاقات فبالتالي الناس مش مهتمة به إحنا لحد قبل بطولة بيوم تقريبا لو كنت عملت السفتة في شراء مصر كنت ممكن تلاقي خمسين في المئة من الشراء مصر ما يعرفش إن المنتخب اللومبي عنده بطولة البرئة الخمسين في المئة دي هو أنا عارف إنه أقل من كلاب كتير يعني ممكن تبقى مثلا سبين في المئة من الشراء مصر كان شاعف المنتخب اللومبي عنده بطولة عارفين إن المنتخب الأول فشل فيه إحباط وده مؤثر على الإقبال الجماهيري وكان أصر في مورة الافتتاح طبعا أصر سلبيا في حالة إحباط كبيرة جدا من الشراء المصر على قرط قدم مصري بصفة عامة يعني الجمهور الشراء القربة في مصر مش متقبل أنت أحباط كبيرة جدا شايف إن قرط قدم في مصر ما هي إلا مجموعة أزمات حلقة أزمات قرط أزمات مش قرط قدم قرط أزمات فبالتالي حصل إحباط جي ده أصر على المبارات الافتتاح أنا شوف للمنتخب اللومبي رغم الحملة لأنها كبيرة جدا حصلت لكن ما كانش فيه تجاوه في الشراء مصري لكن جي لمبارات الافتتاح الناس شوفنا العدد قليل جدا يمكن كان صدمة للناس كلها إن ازاي افتتاح بطولة كبيرة في مصر وكده لكن شوفنا لما كذبوا بتالت الألم يتكلم بتالت نزوله أه احتمال وطبعا لو كنت حرك برضو أجريت استفتاء قبل بطولة كان 80% من الشعب المصري ولكن المنتخب مش هيكمل مش هيوصل لكن شوفنا خصوصا ما يتقلقس أسماء المجموعة أنا أبلعب في مجموعة ده مع مالي ده حتى يمكن الأحباط كمان يمكن مساعة القرعة كمان نفسها ناس وحبطت تلك حتى المنتخب اللونبي فبدأ المنتخب اللونبي غاية الفشل قديم من منتخب اللونبي برضو كان عام بالأحباط لهم ما متاهلوش لدورة عبا الأمبية من فترة ما فيش بطولة أفريقا بنكسبها احنا ما بكسبش حاجة خالص ما بكسبش بطولة بطولة من فترة طولة جدا فجيل الأحباطتها حصل عند الشارع المصري جيت مبارات غانا دي مباراة غانا بقى عملت النقلة يعني يعني بجد مباراة غانا دية هيكون لها فضل كبير جدا 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 في حالة انت عاش في الكرة المصرية يعني المباراة دية كانت سبب رئيسي في ان المنتخب يتأهل ونرجع اكتر من مرة خلال سنة ونرجع اكتر من مرة جمهور التف يعني يعني مين كان يقول ان المباراة حصير حاصل مع الكاميرون نشوفها في هزا الكم من الجمهور يعني انا انا كنت شايف ان اه كان فيه جمهور في مباراة غانا عشرين الف تابقى حاجة زي كده لكن كنت منتخيات ابدا المباراة كاملة والتحصير حاصل في هزا الكم من الجمهور ويمكن خصوصا مع تاريخ منتخبين هما غانا في المقام الاول غانا طبعا 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 وبعدها نيجيريا في تاريخ المنافسات على مستوى العالم والشباب عالميا دايما منقول وهم اللاعبين عندهم صغار السن مميزين جدا طبعا يعني دي دي هون انتخبات حضرتك مش مش هدفها التأهل دي هدفها يعني احنا احنا كمنتخب مصر هدفنا نهاية الحلم بالنسبة لنا حتى الان التأهل لدو توكيو لكن متكلم على منتخبات زي نيجيريا وغانا لا دي منتخبات نظرتها ابعد من من مجرد تأهل بتبع نظرت دايما المنافسة على الاول هل اداء منتخبنا ده هيرفع سقف التوقعات ان شاء الله نكمل يعني ان شاء الله بان في بداية ببنفس القوة ربنا يغفلنا نخبرنا ان شاء الله في المباراة اللي جاية امام جنوب افريقيا وانا نكمن المشور باندamentos يكلل الجهد بالفوز بالبطولة يعني في كل الاحوال يعني الكرة فيها كل شيء هو التأهل انا شايف ان باذن الله باذن الله في حالة فوز المنت منتخب الأنبياء على جنوكي بإذن الله أعتقد أنها تبقى نقطة تحول في سقف كل حاجة لا في كل قرار مصرية أنا شايف أن ديها تبقى نقلة كبيرة جدا نقلة من الأحباط لتفاول يعني مش هاول لكن أنا هقول من أحباط لأحياء أمل من جديد مش هاول تفاول هاول لأحياء أمل من جديد هل يمكن أن يتغير سقف طموحات الكرة المصرية خلال المشاركة في أولمبياد توكيو إن شاء الله لا لا مش كجمهور ولا كجمهور كمنتخب وجهاز فاني لا 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 ده حسب القرع بقى وحسب الظروف حسب لسا نشوف مجموعاتنا آه لسا نشوف مجموعاتنا إيه والتعوي كده نحن كان سبب طموحاتنا كبير جدا في كاس العالم بس نركز على خطوة الجهاز مبارات قبل النهائي لكن أنا بس يكفي أو نشكر المنتخب اللومبي إنه أخرزنا من حال تحباط كبيرة جدا أخرج القرد القرى المصرية من خندق أزمات وأخرج جمهور القرى المصرية من حال تحباط أنت شوف دلوقتي الناس كلها بتسأل إزاي على المقعد مبارات قبل النهائي أفريقيا الناس كتير جدا هو ده اللي ناس مفرم آه ناس منتظرها شوف هيكون مصر لسالة إزاي يعني الناس كمان وبشكر كمان يعني اللجنة مصدومة البطولة إن هي تدركت خطأ جسيم ارتكبته في بطول كاس العالم أفريقية إنه كان في بالنسبة لأسعار التزيكة دلوقتي تسكرة بعشرين جنيه وكمان فيه تسهيلات كبيرة جدا بسهيله على الجمهور بسهيله على الجمهور يعني تخل دلوقتي انت خمس أفراد دلوقتي بخشه بمية جنيه زمان كان في البطولة اللي فاتت كان خمس أفراد يخشه بألف جنيه شوف الفرق عشر أضعاف يعني شوف لما احتاجه للجمهور أو يعني أو كمان بقى فيه دافع للجمهور وفيه دافع للجمهور مع الأداء الجيد والنتائج الجيد يعني انت حالك بتتكلم انت كده سهلت على الناس نتروح تكري بيه في حضور جماهيري جبيرة إن شاء الله يا أصدع الله أنا أتوقع لو حصلت نفس التسهيلات يعني مش تسهيلات يعني أقصد لو نفس الظروف اللي كانت عليها مبارات الكاميرون وغانا أعتقد الأستاذ ممكن يكون فيه ستين ألف علالة إن شاء الله إن شاء الله ويكلل الجهد دا والمستوى اللي شفناه في المباريات اللي فاتت في المجموعة بالفوز إن شاء الله وهي برقم كياس كمان يعني أنا آسف أنا بس بقولك أن مبارات مصر جنوب أفريقيا أنا متأكد من أنها تعمل رقم كياس جديد في تاريخ بطولة أفريقيا في الحضور الجماهير بإذن الله في الحضور الجماهير جماهير إن شاء الله طيب خلينا نتكلم شوية عن رمضان صبحي رمضان صبحي الجمهور كمان فرحام بي جدا كان فيه انتقادات موجهة له في الموسمين الأخيرين رمضان صبحي عنده خبرات إمكانات قوة بنانية مهارات غير عادية كلعب ولكن لسه مش مستفيد بيها هو وفريقه بالشكل الأمثل إنهاء الهجمة التهديف اللمسة الأخيرة المجهود الكبير اللي بيعمله إزاي يوصل للجن يعني يخلص بقى الهجمة بالشكل الكويس الناس مبسوطة جدا من أداءه وانطلاقته مع النادي الأهلي الموسم ده تحت قادة دويلر طبعا وده الترجم أكتر من خلاله شوفنا ده بشكل أفضل مع المنتخب القليمي شوف يعني زي حالك بتقولك في ناس انتقدوا قدرت النادي الأهلي إن هي دفعت فلوس عشان تجيبه عارة وقت العارة ونستدعيته بمبلغ كبير قلت لك إزاي النادي اللي يدفع فيه يعني ده كان على خلفية أداءه قبل ما يسافره وانه كان عنه تقصير في موهبته يعني مش كمان يعني حتى مش تقصيره مع النادي الأهلي تقصيره في موهبته هو شخصية تقصير في إمكانياته هو البدنية الهيلة الفنية الهيلة كلاعب واعد بجد نجم واعد بجد فكان فيه انتقاد لي انتقاد جميل جدا والانتقاد ده جيل لما ده نادي الأهلي لما استعاره من النادي هارسفة بمبلغ كبير دلوقت شوف الجمهور دلوقتي بيطالب النادي الأهلي يدفع اهيه فيه عشان يتم تجديد العارة ليه او وصل لقمة أداءه با ومكاناته احنا بدتك م 효 gre kun رمضان صبحي مش بس أغلى لعب المنتخب العولمبي رمضان صبحي هو أغلى لعب في الدوري المصري في القيمة تسوقية ووفقا لمعقع ترانسفير ماركت هو أغلى لعب في الدوري في القيمة التسوقية احنا الدوري المصري بتعني كمتة تسوقية الحالي 146 مليون يورو أعلى لاعفة دور المصري قيمة تسوقية هو رمضان صبحي 5 مليون يورو يمكن آه هو مش الأعلى في بطولة أفريكا المنتخبات اللومبية هو الأعلى في المنتخب اللومبية المصري بس هو أعلى لاعفة دور المصري يمكن السعره ده بيقول إنه هو لازم يستهل كده لأنه مش يحلل مقايمينه مش يحلل بنقول رمضان صبحي الأغلى أو الأعلى ده كنته المالية وفقا لموقع عالمي بيئيس بعدد المبوريات بعدد الأهداف بعدد مشاركات فأنا شايف أن رمضان صبحي اشتغل نفسه كتير جدا اشتغل نفسه خاص يعني رمضان صبحي ممكن ما ألمشي كتير جدا رمضان صبحي لما رجع المرة دي كان بيعمل تدريبات خاصة جدا الواحده بيعمل شغل بدني الواحده والجميع المقصود له في باية الموصل لما شافه رمضان بدأ يحرز أهداف أكتر طبعا المجهوده ده هو الوصول للمرأة طبعا نطجه حصل فيه نطجه نطجه كل ما سنه بيجبر النطج عنده بيعلى نظرته للكرة بتختلف يمكن الأول كان زي ما قولوا صورة الشباب عايزة بتنفسه بأي شكل من الأشكال شفنا بعض التصرفات لي ماشي قرارة تاني أبدا دلوقتي بعد المفعلات حتى في الملعب ما بيتش تكرارة تاني عنده ده النطج بتاني وده كويس جدا أنه حصله هو في سنه صغير وهو دلوقتي شفناها ما شاء الله دلوقتي البطولة دي بإذن الله وفق للمنطقة الوطنة فيها سبب إذن الله وتأهل اللوتوكيو هتكون دي علامة فريقة في طريق رمضان صبحي وفي لعبين بيوصلوا لقمة أعطاءهم بيبقوا في أعلى مستوياتهم من سنة عشرين واحد وعشرين سنة أعتقد أن رمضان صبحي من النوع التاني اللي لسه هنشوف الأفضل منه واللي حيوصل لقمة أخاوه الفني في الملعب في مرحلة اربعة وعشرين احنا عندنا جيل حيوصل لأعلى من كده جيل كامل منتخب مصر جيل كامل اتولد في بطولة كاسة عام للناشئين أو للشباب اللي كانت في أستراليا سنة حاجة وتمانين مع الكابتن هاني مصطفى اللي هي البطولة ظهر منها الكابتن طاربوزيت اللي كان هدف خد الحزاء الزهب وقتها هدف بطولة كاسة عام في أستراليا للشباب ده وقتها جيل كامل اتولد من بداية من حلس بارو محمد عشور لخلد الأماش العادة كبير جدا من الأسماء يعني وكابتن محمد حلمي ده جيل كامل يعني راحوا بكاسة عالم في أستراليا محدش كان بيشوفها تقريبا كده حد تبانين في أستراليا احنا مكنش بتابع بطولة دي خالص مكنش فيه نقل فضائي ومكنش فيه أي حاجة خالص فجأة اللي هنا جيل بياخد بيكسب منتخبات عالمية بياخد مركز رابع في بطولة كاسة عالم فجأة اللي هنا الجيل ده كله كمله جيل تقريبا طاقم كله يعني أنا ممكن لسه شايفوا رايب مباراة للمصر ومحمد حشيش ومجموعة كل الأسماء كل الأسماء بيبين فيهم البودلاء كلهم أصبحوا هل حضايك متفق مع الأراءة اللي بتشوفت أن رمضان صبحي لسه بيبدأ مرحلة جديدة في حياته ممكن تبقى أهم مراحل إداء الكورون لسه ما كانش وصل للتوك فورم وأفضل ما لديه لحد دلوقتي بيبتدي المرحلة الأفضل أكيد هو بيبتدي مرحلة جديدة دي نقل جديدة بطولة دي نقل جديدة ويمكن كمان حتى تاتم مباراة الأولى مع النادي الأهلي مع النادي الأهلي أو بطولة الماتشين الأفريقيا يمكنه ماتشين الدور الأربع ماتشات أفريقيا وبعد كده عندك التضمجز في الدوري يعني سبع مباراة عملها بشكل إيجابي جدا هو فرض نفسه أفضل كتير من المواسم طبعا فرض نفسه أن يكمل الأول لنادي الأهلي في المرحلة دي يمكن كان أمر مستعجب جدا أنه هو سوبرستار النجوم الأهلي في السبع مباراة الأولين في بداية قبل توقف الدوري وبيستكملها مع المتاخب اللهم بشكل مختلف جدا فإن شاء الله بإذن الله أعتقد أنه ديها تكون بنقطة تحول إيجابية جدا هل تعتقد أم تتمنى أن يكون هناك عدد جديد من المحترفين المصريين في الخارج في أوروبا تحديدا انطلاقا من مرحلة نهاية كأس الأمم أتمنى أتمنى بس أتمنى يكون صغر السن أتمنى أنه عندنا لعبة تسافروا عندها يعني نفس تجربة مئة وتقرر تاني اللي هو اللعب اللي يكون عاجينة طرية يتشكل في أوروبا يتشكل بجد يتشكل سلوكيا وأخلاقيا وحتى بدانيا كمي يتشكل يعني أنا مش عايز أعابي يسافروا عند 24 سنة وقبس 20 سنة خلاص بيكون تكون لكن لما يكون لعب صغير عند 16 سنة 17 17 سنة لا بيكون عاجينة طرية بجد في إيد المدير الفن هناك بيكون صعبة عليه شوية الغربة لكن صغر سنه بيخليه يتأقلم تلاقيه هو عنده وصل 20 سنة بيكون خلاص بيتعرف بشكل كبير جدا ويكون تأقلم على الحقيقة تخليه يكون عنده 20 سنة أو 21 سنة وبنسبة لأوروبا خلاص بيتحايع عدية جدا خلاص بيتحايع عدية جدا فبالتالي هو عنده فرصة استمرارية كبيرة جدا يعني لو إحنا عندنا لعبة أحمد فتحي ده حتى لو ما كانتش على مستوى أوروبا ده كلاعب محترف في الدول المصري الممتاز بشكل مباكب طبعا طبعا يلعب 17 سنة بيلعب في الملعب مع اللاعبين الكبار فعلى سنة 20 و 21 بقى أحمد فتحي ده أنا بقول تخيل حدك لو عندنا لعبة مصريين مثلا بحد مثلا يمكن أصغر واحد احترف كان ميدو بقى كده كبتن هاني رمزي والدول سفروا أصغر لكن عندنا بعض العبية لو كانوا سفروا زي أحمد حسن هاني رمزي بعد كساة عامة طول 21 سنة مواليد ساوستين سفره عنده 21 سنة سافر صغير ميدو سافر عامة 19 سنة محمد صلاح كمان ممكن شوية لاحق برضو نفس القصة 22 سنة فده كان شيء إيجابي بالنسبة لهم عشان كده هنجحوا حلاك لو شفتك أنجح التجارب عندنا تلاهم كلهم من سافر صغيرين والتجارب اللي ما يكمللش اللاعبين سافروا الكبار السنيني شفنا ممكن كان في بعض اللاعبين كلنا بتتكلم عليهم كنا بنصخر من مثلا احتراف بعض اللاعبين في تركيا كانوا بيقعدوا نصف موسم ويرجعوا لأنه كانوا بيسافروا عندهم 26 سنة 27 سنة انت حالك لو عملنا قبل كياس لأنجح التجارب المصرية هلقوم تلتة دولار هاني رمزي وميدو ومحمد صلاح لأنه مسافروا وهم سنهم صغير جدا جدا كمان أحمد حسن قاعد فترة كبيرة أحمد حسن قاعد بخبراته أحمد حسن قاعد فترة طويلة ماشي بشكل كويس أه بس ما استقرش وكان بلعب أه طبعا هو كان بلعب في أنديد كمة بس أنديد كمة مش موصلش لليفربول موصلش آه لكن أحمد حسن موصل لتوتنهام آه طبعا أحمد حسن كان في نفس مستوى هاني رمزي ووصل يعني بتاني نوشاتي بعد كده وصل في فرسل بريمين وكان خلاص يعني خلاص آه يعني كان استمر لي شوية تاني أو كان الظروف سماحيت لوقتها كان موحد في يوم الأمير بقى نجم في باير من يوم بالضبط كنا بمكن ننتظره آه وكان بليسمع وقتها ما كناش ما كانش الإعلام بشكل كايزي سلاوتن جال وقت كان فريق خلاص خد الدوري آه بروسة دور طمونتك بيتكلم عنه وقت تعاقل مع النجبين بقى هاني رمزي وسامير كامونة طبعا كان هو بطل الدوري طبعا مظبوط مظبوط يعني لكن شوف المثل لو كان محمد عمارة وسامير كامونة سفروا زي كابتن هاني رمزي في سن صغير كان ممكن يستمروا بشكل كبير جدا لكنهما سفروا قبار ياسر رضوان آه ومحمد عمارة سفروا سنهم كبير فبالتالي كانت الفرص المتحدة آه أحمد بلاي سفر كبير محمد فروق سفر كبير آمن عبد عزيز سفر كبير كلهم دولة سفروا هم عندهم 26 سنة 27 سنة فبالتالي كان بنسبالهم مرحلة قصيرة لكن لكن أنا شايف المتخب المتخب الأمبدة لو محمد زيدان كمان كان ماشي شايف آه آه محمد زيدان إحنا اكتشفناه إحنا اكتشفناه محترف يعني محمد زيدان محمد زيدان يعني ممكن كان اسمه بس يعني نسمه لكن كان هداف الدوري لدنماركي آه طبعا تلاتة الفين واربعة ولو تجارب في ألمانيا ما بين أن دي يعني آه لعا ليه تدارب كبير جدا ولعب مع بروسيا آه بس بس حدلك لما يعني أنا يعني مرة كنا النادي الاهلي كان في موسكرة في الدنماركي سنة 24 روحنا إلى صور محمد زيدان مليا الناس كلها في الدنماركي عارفة محمد زيدان يعني من الناس فلتة موهبة تفرج على مبارياتهم الكبيرة كلها والأحرص فيها هداف وعش كده استمر حش كده استمر أنا أقول لها حالك يعني الاستمرارية مرتبطة بالسل أنا شاف أن كل ملايب صفر صغير أعتقد أنه بفرصه في النجاح أكبر بكتير بس مش مشكلة المحطة الأولى عندنا نموذج رائع وحي الكابتن محمد صلاح إزاي يحترف في النشاتل وكان وقت اعترفه ما حدش بيتكلم معنا تشوف دلوقتي ما شاء الله وصل لأعلى مستوى يعني على مستوى من المستويات التقييم يعني حتى ما كان محترف في المشاتل أعتقد الأعلام البسطة ما كانش يتكلم عنه يعني حتى ما كان بيجي المنتخب ماكناش بنشوف حوارات مع محمد صلاح هو محترف إلا فيما النظر لكن تشوف دلوقتي العالم كل بيتكلم مع محمد صلاح أنا دايماً السؤال ده يعني أصبح تكراره أعتقد أنه أصبح مزعج للضيوف ولمقدم البرامج وحتى للجمهور والمشاهدين فكرة هل عودة الجماهير حلم أم واقع أم حقيقة لأن حالك تعلم نحن بنقول ده من وقت كأس الأمم الأفريقية وامتلقت الجماهير بالمدرجات مع التحضيرات اللي الدولة عملتها والتجهيزات والتطوير في الاستداد ولكن بعد البطولة الناس اتفاجأت أن نرجعنا لشكل السيناريو العادي في الدول المدرجات أكيد أكيد فين المشكلة أكيد يعني أنتم على درجة جيدة جدا من القرب من دوائر صناعات القرار الخاص بعودة الجماهير والله لما حالك تسمع التصرحات كل الجات المسؤولة تحتار وتعرفش فين المشكلة أنا عن نفسي ما بعرفش فين المشكلة أنا من أيام المهندس خلبي عزيز ودكتور أشرف صبحي يمكن أول تصريح لأول مسؤول بيجي عودة الجماهير لكن أنا بعتبره ده تصريح استهلاكي تصريح أساسي بيبتدي بي أي مسؤول يعني أنا الأساب الشديد مع كل بطولة بيقولك ندي أنا عن نفسي مش متفاعل على طلاق خالص يعني يعني ولا قلت مسدق يعني أنا وصلت من حالة لم أسدقش لهذا المفاجأة الحقيقية بقى السنة دي كان في بداية الدوري الموسم ده لما لقينا في السيناريو بداية الدوري بعدد محدود جدا لا لا خالص خالص أنا قلت عارفه وقلت في برنامج أنه ده مش يحصل ورهنت على عدد أنه مش يحصل لأنه قلت عارفه أنه ده تصريح استهلاكي تصريح أي حد الغرباء الجديد لو شده أي واحد بيجي مسؤول في التحاد القورة في نادي في جهات أمنية في أي حاجة في وزير في وزارة أول حاجة أقولك يعني إيه اللي يمنع نحن شفنا الجمهور مالي الاستداد في البطولة في كاس الأمم الأفريقية حتى لو لم نوفق فيها لكن شكل عشر وجه دي لا بص بص أنا شايف أن حضور الجماهير في مبارات الأفريقية ده أغبار حضور الجماهير في مبارات الأفريقية أغبار حضور الجماهير في مباريات بطولات كبيرة ده وجه مصر وجه المصر ما ينفعش أن مصر تنظم ده ضروري ده ضروري حتمية على كل الجهة أن تقضع لهذه الضرورة ما ينفعش مصر تنظم كاس الأمم ويكونش في حضور الجماهير فبالتالي بيكون حضور جماهيري إجباري أو الجهة بتكبر على حضور الجماهير حلوة الدوري العام بلاش البعد الخاص بالاستثمار والإرادات نهاردة ناقد رياضي زي الأستاذ عصام شلتوت الناقد رياضي الكبير بيقول لنا بيحلم يبقى تسويق الدوري المصري بقيمة كبيرة وأنه يسوق عربية نوع دولية كل برسة الاستثمار الرياضي في مصر عربية وأجنبية واستثمارات قادمة من خارج مصر كل ده عشان يتطبق مش لازم يكون المستثمر قادم على سوء في حرك حقيقي في الرياضة وفي حضور جماهيري وفي خروج ودخول من الاستاذات وحركة وامتلاء وتشجيع للفرق وإرادات للمباراة احنا كان قبل حدث 25 يناير كنا الأعلى الدوري الأعلى تسوقيا عربيا وأفريقيا دلوقتي احنا ترجعنا بقينا الرابع عربيا الرابع عربيا يمكن كمان يعني الأول عربيا السعودية 333 مليون يورو الثاني الدوري القطري الثالث الدوري الإماراتي الرابع الدوري المصري والدوري الجزائر وتونس ومغرب بيقرب مننا بشكل مري جدا احنا ترجعنا من قيمة تسوقية للدور المصري من 184 مليون يورو الموسم الماضي لم 146 مليون يورو هذا الموسم يعني احنا ترجعنا بنسبة 20 40 مليون يورو قيمة تسوقية ده وفقا لتقييم ده تقييم موقع تقيمات أكبر تقييمات في العالم طبعا مش بتقول حاجة كتفية ده موقع رسمي ده موقع رسمي موجودة واحنا الأول بعد جنوب أفريقيا ده موجودة رسميا احنا مش ممكن مش ممكن هتيجي شركة أو تلفزيون كبير أو محطة تلفزيونية أو مستقيمات في الرياضة المصرية وانت مانتش جاد والدوري مانتش جاد والدوري انت عندك عروض جاتليلك من احدى القناة الفضائية العربية عايزة تشارك فيه مش احتقار دور المصري هتبس مع تلفزيون المصري دور المصري ولما جوم شوفوا انه مفيش حضور جماهيري مفيش حضور جماهيري اتراقوا عن الفكرة قال لك انا مش هنيجي مش هنيجي انه مش هنجدد العرض الا بعد حضور جماهير مصري وتاني مرة بقى ده الاساس ده الاساس وتاني حاجة قال لك انا هزيع مصرحية صمتة هزيع ايه مصرحية صمتة واكد تاني حاجة قال لك وتاني حاجة ده قبل كده جيب على توقف الدوري الازمة اللي فاتت دية تحدثت مع مسؤول في القناة دية قال لاننا كان لدينا سبب واحد دولة بيه سببين عدم انتظام مسابقاتكم وعدم حضور جماهيري احنا اترجعنا والفكرة مترجعة وفيه شركات كتيرة جدا جدا في الخارج العربي في الامارات والسعودية والكويت كانت نوية مهتمة جدا مهتمة جدا بالدور المصري شريطة انعود للشكل المراثم والمؤكد في انتظام انا ما اقدرش ما اقدرش انا كقناة رياضية عربية متخصصة عندي ملايين استثمارات بالملايين اقول ان عندي مباراة اهل وزمالك بعد يومين واعد عملية انواهات وابعد كادر يجي هنا مصر ويصور ويجي قبل المباراة بتمينة ساعة او المباراة الجلد قالك انا ساعتها اخصر اخصر ملايين لما اعمل دعاية المباراة مفهم يعني هم محتاجين شرط الاستثمار في قطاع الرياضة او الكورة في مصر انتظام المسابقة والمباريات وتأكيد موعدها والحضور الجمهير ومتلاء الاستداد ده اساس طبعا الاستثمار والتنين صعب للأسف وقتنا مش هيتسع المزيد من التساؤلات لكن اسعدتنا بوجودك معنا نهاردة ناقد الرياضي بالاهرام الاستاذ علاء عزت بشكر حضاك على وجودك معنا شكرا جزيلا كل الامنيات الطيبة لمنتخبنا غدا ان شاء الله بإذن الله نتظارك الأخطاء الفنية اللي وقعنا فيها في المباراة الاولى ونفوز على ملعب المنافس زي مع الاستاذ علاء الفارق كبير جدا بالحسابات والارقام والتاريخ والخبرات وتقييم اللاعبين ماليا وفنيا لصالح منتخبنا الوطني أمام منافسه منتخب جزر القمر غدا على ملعب المنافس وبين جماهيرو كل التوفيق لمنتخبنا وقياكة الفنية لقيادة كابتا حسام البدري نهاية هذه الحلقة من حلقات الأهل الليلة إلى اللقاء